موسيقى مساء الخير أعلنت السلطات الهندية أن موجة الشوب الأوية المستمرة من أسابيع والتي تخطت فيها درجات الحرارة 50 درجة ببعض الأوقات سببت بوفاة أكثر من ألفين شخص خصوصا أن موجة الحر أفرت على الفقراء بسبب قلة المياه والطعام وأغلب الضحايا من كبار السن والأطفال وكل سنة بالصيفية بتتكرر هالمأساة بالهند ووزعت السلطات المعانية منشورات واستخدمت وسائل الأعلام لتوعية المواطنين لشرب كميات كبيرة من المياه إذا توفرت قبل الخروج من منزلهم وذلك للحفاظ على حياتهم بالعودة لطقسنا ربيع متقلب عم بسيطر على لبنان والحوض الشر إلى البحر الأبيض المتوسط حرارة معتدلة رتوبة عادية بحر مائج شوي حرارة 125 الليلة تقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع توفيف بدرجات الحرارة على الجبال واستقرار بالحرارة على الساحل لبكرة تقسنا غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال واستقرار على الساحل وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18 على المرتفعة 15 بالبقاء 9 والأرز 4 وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية إذن 24 بأبي سامرة أرتبة 25 درجة مننتقل من بعدها إلى بعبدة 26 العيشية 24 جوية 26 درجة كفرشوبة 24 والرومية 25 أما عرسيل ف28 والرطوبة عم تتراوح بين 45 و 85% حرارة سطح الماء 24 درجة وسرعة الرياح بين 10 و 35 كم بالساعة رياحة بتكون جنوبية غربية أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين للليلة أدنها 18 أقصها 26 نهار الخميس بتتراوح بين 18 و 26 كمان والجمعة بين 18 و 25 وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 30 دمشق 31 والقدس 29 ومننتقل إلى الرباط 31 والجزائر 30 ومننهم مشوارنا بباريز 27 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بي موسيقى 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 موسيقى